من اكتر الحاجات اللي مفرق مع كل زوجة ومهمة بالزادة في الاوقات الصعبة سواء الاوقات دي اني ما عندكيش وقت او الاوقات دي اني انت كسولة شوية وعايزة زي ما بقوله تنجيزي بسرعة او ما عندكيش خلية بزي مجهور كتير وما تلاقيش نتيجة النهار ده هقولك اكتر طوله سريعة وسهلة لاغراء الزوج يعني على طول على طول على طول تحصلي على النتيجة المسالية التي تريدينها بس اعمل كل حاجة لو انتم اشتركوا في القناة يعني تشتركوا ومبعث سنل زر الجرس ونعلم نلايك للفيديو ده ويالله وينا زي ما قلت في المقدمة فيه طرق كتير جدا لاغراء الزوج احنا عملنا حلقات وحلقات عن الموضوع ده ولكن فيه طرق مش لازم تبزلي نفس المجهود وفي نفس الوقت ممكن تكون الطريقة سريعة يعني تاخد دي نتيجة فورية بس او الموضوع بيحتاج زكاء زكاء في ايه؟ زكاء في اختيار الوقت زكاء في التفاصيل يعني فيه كتير ستات لاحظت في التعليقات اما بيقولوا ايه انا طبقت يا رضوة الحاجة اللي اتي بتقولي لها دي وطبقت الحاجة المعينة دي بس ما زبطتش معايا ليه؟ لان ايه ممكن تكون اولا التفاصيل غلط اختيار الوقت كان غلط ويه؟ زجها حالة خاصة يعني جزء مش الشخصية اللي ايه؟ الحاجات الاساسية كده خفيفة لتنفع معايا ده هو عايز طريقة مختلفة سيستم كامل مختلف عشان كده انا عملت الاستشارات الخاصة للحالات ايه؟ خاصة اوي مشكلة عميدقة اوي تجربة بقالها مشكل سنين كتير فعشان كده هتلاقوا دايما رابط الاستشارات الخاصة في اول تعليق والسندول وصف لاني عايز يحجز استشارة خاصة انا في انتظاركم ولكن هنا احنا بنقول الخطوط العريضة والحاجات الاساسية اللي تقدر تستخدميها كل يوم طيب اول حاجة من اكتر الحاجات اللي انا قلتها قبل كده واعدها وبزيدها ومن اكتر حاجات السريعة عديدنا في اخراء الزوج هي اللبث من اكتر الاشياء المغرية من اكتر الاشياء المغرية بالذات لو بيحمل معنى اغنى في الستاتات للاسف بتروح تجيب لانجري وخلاص لانجري احمر لانجري احضر بتاع مش عارفة اين قطع وكل بيجيب للأسف اللانجري الاساسي اللبث نفسه لو كلاسيكي بذيادة او نفس الستايل لو متعود عليه بنفس الاماكن اللي بتزليها ليه كل مرة هو مش هيجيب نتيجة مختلفة يعني انت كده كأنك بتقدمي نفس الطبق اللي بيأكل منه كل يوم الترك في ايه او تفزلي مجهود في ايه تفزلي مجهود انك تعرفي نوع زوجك او ايه اكتر مدرسة من المدارس بتجذبه يعني بمعنى اصلا انه في افكار كتير للانجري يعني في افكار مثلا بتبقى تنكرية مش حصيات كتير في افكار بتكون اللي هو الشكل الرئيء او الرومانس الالوان الفتحة الرزاط المش عارفة ايه ام بزي مش عارفة ازي اقول ماركات معينة يعني دالي اللي بتبقى اقرب شوية للعروس للفاستين انهم من العروس في مدرسة تانية اللي هي الحاجات اللي بتبقى افكار ترسطر ومش عارفة ايه شكلها جريء شوية او في مدرسة بتدي بقى ايه يعني دلوقتي تخيل مثلا يعني مثلا على موقع زي شي اين دلوقتي عارفين حتى بقى اليوم ماركة كورية اللونجري بتاعة مش عارفة ايه شكل اللي هو الحاجان الروبيين في القرن التساعتاش في حاجات بتديه ايحاء كأنك ست مثلا بدوية ستة قاروية يعني ممكن يكون هو الراضي من حاجات بتستسيره فانتي لو عرفتي انتي لو عرفتي بس الزوء جوزك يعني حاجة بزيلي مجهودة لك تنوعي بس وانس انك عرفتي ايه اكتر حاجاتي بقى عارفة على طلقاء اوكي البدل اللي شاكناه بش عارفة شبك مقطع دي رهيمة رغم يمكن يكون رجل تاني ما يجبوش افدل بالعكس يعني الشكل داي دايق او ي ما يبسطوش او ممكن يكون ما بيحبوه الشكل ده من لزبانه مش لطيف فانتي بس مجرد تعرفي الشكل انتي بتبقي سهيلت على نفسك نص الطريق بتبقي عرفة طاق من هو الشكل ده بلوك الشعر ده بيبسم بكعب معين خلاص كده فبسهيل على نفسك كتير تاني حاجة من اصلا الطرق طريقة تلبس وقلع الطرق يعني انتي حتى بيونتي بتبسي او بتلاقي فيه اي حاجة العنف فاي حركة يعني اي حركة حتى لو انا عافهم بترقصي رأس لو حركاتك مش عنثوية انتي ما عم تشحيل النعمة تعودي نفسك انك تبقي حركاتك نعمة حركاتك عشان تبقي نعمة محتاجة حاجتين حد الاولين يكون عندك ثقة في نفسك كون عندك ثقة في نفسك اللي هو انا انثة جميلة مغرية لازم تعالجي عقلي تدي له شوية حاجة عشان تبقي في الاكشنز بتاعتك اتخالي واحدة تتوترة بتعمل حركة اغراء هل هتجيب نتيجة لأ لازم تكون اي حركاتها نبعة من ايه ان هي وثقة في نفسها اعرب مثالي ممكن تشوفه حركات مثلا هيفاء وهبي في اغانية بينا اوي ان هي مصدقة نفسها اوكي بغض النظر بأي حالة وانا بانديك على فكرة ان الست بصدقة مصدقة نفسها اوكي فدي بتخلي قادرة تبص نظر معينة لكن لو واحدة مهزوزة من جواها مش مقتنعة ما متى من حركة خارجية هيبقى باين عليها انها مش رصدق فده بيخلي ان حركة ايدها مش نعمة حركتها لاما عنيفة لكنها بتمثل وده بيبين قوي مش عارف اقولها ازاي مش عايز اقول جنسية معينة بس عافين انت مسلا جنسيات معينة انا بيبدو يرقص ويرقص ورقش شرقي نعرض التاري عليهم نقول ايه هي ليه ترقص كده زي لكنها عندها مغص هو ده المعنى اللي انا بقوله ان هي الحركة تحس ان هي انا بشتغل عارفيني الطريقة دي هي بقى الست اللي ببقى فيها التون ده بطاقة تطنيق اللي ينزوج بيبين مستحيل يغرى او ممكن يغرى كده الفيزيكي بس انت مراته اللي هو حافز كل تفصيلة في جسمك مش هي يعني انت لازم تبقى ايه اعلى من كده شوي تمام طبعا استخدامك لمنطقة الكتف احنا قلنا قبل كده منطقة الكتف منطقة اللي هي التشاست كله سواء بحركاتك سواء بسلب سابلوز تنزليها سواء يعني المنطقة دي مش يعني في قاعدة كده بتقوليك المنطقة دي حلوة عند اي ست في الدول يعني سبحان الله حتى لما مثلا لما بيعكز بتليغوا الاجزاء دي في وشه عجزة ايديها ممكن تكون عجزة تحت ترهالة بس سبحان الله اكتر منطقة بتفضل حلوة لوقت يعني ممكن تكون من اكتر مواطق اللي العجز بيبان فيها ايه اللي لو بقى انت بتعرضي للشمس بقى عادة تعملي تانا في بعنشين ساعة اللي هو الجزء من من عند الرقبة لحد يعني شكل السدر فاهمين انتو الجزء ده كله حتى دايما عارفين فيه شكل كده المارلين من رو هي بامة ديها ورفع كتفها قوي كده صورة يعني ما بتكتبه مارلين من رو انا بحاول اقول قسمي وحاجات عشان فيه ناس بتقولي انا عايز افهم الوصف اللي دي بتحكي علي فانتو اقدروا احط الصورة فانتو اقدروا تروحوا تجوجل او خشوا عندي في البرودكاست انا عاملة برودكاست كده مقفول في الانستجرام رضوى سيكريتز رضوى سيكريتز تدخلوا ممكن هاخليكوا يعني حابق ابدأ انزل لينكات وحاجات كده لشانا اقدروا فاهم البنات اكتر المهم فالشكل ده او الوضعية دي مقرية جدا رفع كتاف قوي وبرزها مشيش ست كتافها بقولكم مع الجزء اللي هو المقدمة الصدر ده دايما بيبقى حل طبعا مش هينفع تقافي عليه كده يعني برضو ان اكتر التركات اللي انت بس انا كل الستاتة عرفها انه ممتاز سهولة لو انت رشيتي عط عدد غري ركفح بس فيه تركة اقوى الطريقة الاسهل او الطريقة اللي هي دايما بيقوله الطاولة الامن تمام انا بنصحك وبشدة يكون عندك زيت او زيتين او تلاتة ربعة زيوت عطرية لو مش فهم لو مش لقي مركات انت تروحي لنفس الحدد اللي بيعملوه تركيبات عطر وطوب الزيت لوحده ليه الزيت احلى ليه الزيت احلى في الاغراء لانه مش بيبقى بايد وظاهر كده تحسي انا رشيط برفيم يلا عارفين الطريقة دي دي سخيفة تخلي لو انت عسولة بتعملي حركة لطيفة قربتي بين جوزك وعشان وانت بتعملي الحركة زينك مثلا بتناولي كباية او مثلا بتديله حاجة او بتسلمي عليه امشم لان هي بالوقت زيوت العطرين مزيتها ايه ان هي بالوقت الريحة بتباية يعني كل ما بتتحركي العرق نفسه طبعا لو انت باب زبطة ضينك ما تعرقش عرق وحش كل مواضع العرق سواء خلف الازون تحت القطين بين السدين بين الرجلين مش عند المواضع الحساسة بين الرجلين نفسها الفاخدة من الفاخدة وعند الرقبة تمام دي اكتر مواضع بقى فيها اه وينة عند الكوع ام نجرب بفتحركي بتعملي اي حركة بتعملي اي كده العرق لو افرس في المناطق دي الريحة بتبدأ تبين اكتر فتخيالي هو بتعملي انت اكشن طبيعي يشم منك ريحة تحفة لا يعني يعني فعلا انت صحيتي كل الاحاسيس فجأة فهي دي طرق الاسهل يعني جو فيها يدبان لك صعبة بس هي اسهلة اسهلة لان انت مش هتعملي في المعاربة عشان تغريه انت فهم الفكرة انت بقيت مغرية انت بحد ذاتك بقيت مغرية طبعا من اسرع لو عاديت بقى الكلف السرعة بس تكون انت بزبطة حالك يعني انا مايفعش بقى سريعة وانا مضروبة رصصتي يعني مابقاش شكلي ومش كويس ولبسي ريحت ووحشة ولست مخوصة ضفير وشعري منكوش وعندي شعر في كل المناطق ومتخيل انك هتعمل الحركة اللي هقولك عليها دي هتجب نتيجل تقولي ان متوسط بتاعك لازم يبقى حلو انا مبحبش الست اللي لها طلعات ونزلات يعني لو اي انا يوم الفرح حطي فول ميكب بقى عمر اه قبل انا عايز المتوسط بتاعك عالي انتي اغلب الوقت انسة جميلة انتي اغلب الوقت انسة جميلة وفي بعض الاوقات انتي انسة مسيرة جدا هي ده التارجد بتاعنا تمام فانتي بما انك اغلب الوقت انسة جميلة اه شديدة للانوسة واللرقة هتعملي ايه اه هتجي مش بحتاجة تتكلمي كتير انت هتجي بس فقدانو اوكي هتهمسي هتهمسي وتقوليله بطريقة نعمة جدا او بطريقة كده فيها همس وكذا ايه مثلا انت وحشتين او وحشني مثلا نعمل مع بعض الواحد انا مش عارف اقول بصراحة الطريقة يعني كاملة انا طبعا مش هينفع يعني خلي دي وقال الاستشارات وكده اللي ايه يعني هتقولها لو سخونة اكد انك بتقوليله انا عايزة يعني بقابلنا حاجة بس ايه المشكلة للستات تقولك ايه اهو ما بملوش طب انتي يعني انتي رايحة كاين بتطلبيه لتحقيق امني مع هو الرضي اكيد هينفر الخيالي بقولي ست بالهمس الهمس ساحر الهمس همس سرقة صوت الزوجة الخضوع في القول اصداعي على قد ما تقدري مع همس معني اكينك بتعمل بتواشوش ليه لواشواشة مؤثرة هتقولي لو فيما معناه انتي مشتاقل كذا او كذا او كذا بطريقة دافية قوي وعايزة حرارة عايزة درجة حرارتك بينك كده وانتي بتتكلم لازم يكون في نفس انا اعطي لكم قبل كده ازاي الصوت المغري مغري بعد ابحاث مطولة اكتشفت ان الصوت المغري مغري عشان بيتنفسه اثناء الصوت يعني في نفس طلع وداخل اثناء الصوت ودي بتتكلم الكلمة العادية جربت كده تنهدي فيها تنهدي فيها ونبطيها شوية وكي سلامة عندك بقى حتصوت شوية حسب بقى قدراتك كده والصيغة نفسها الصيغة فيها دفا وفيها وعدم ضغط متضغطيش الرمبير الضغط عمره ما بيجيب الرجل اي في اي حتة يعني الضغط دا يجيبكو عند محكمة الاسرة تمان راجل كائن غير قابل للضغط ولا لاحساس الاجبار او انه مفعول به إلي لو هو نوعية مزوخية مريضة تمام لكن هو لو الراجل العادي فيه رجالة لأ لازم يتقمر كده لكن لو هو نوعية عاديه ما بيقبلوش ده فانت متحسوش انت مجبر كزا لأ انت بتدروه من باب الحب والشوق عارف أبنية نادات والشوق جاوبني بس انت الطريقة دي اقولك ايه لو او حشتت في الدنيا ما فيش رجل هكا ومشيء زي كده تمام فدي من أسرع الطرق اللي انت ممكن تستخدميها طبعا من أطبر الإحاقات ومن اش عايز تفزيني مجهود ولا قادرة تتكلمي ولا قادرة وشويشي صوتك مبحوح اوكي كل المحتجات غياري مفرش سرير حطي مفرش مختلف يا سالم بقى لازم يكون عندك 3-4 مفرش سرير ألوانهم كده في ذاتهم دليل اه واحد ده حمر واحد برسجي كده ساتان عارفين تل حاجات دي بنشوفها بس في التليزيون اللي شاف دعفر العم ده كان في كده مفرش كده حيوين قوي مش عارفهم وجامون من ايه وان بيعني اه يعني اللون يعني مفرش حلو كده اوكي ورشي كده عطرفي على السرير ورمي حطي الشيء اللي انت هتلبسي وعملي نفسك بتسأليه على حاجة عشان انت عايزة تروحي تتشطفي او ديور انا بس محتاجة افصل الجسمي بسرعة انا بس هفوش خمس دقيق او عشر دقيق في الحمان عايزة عمل الجسم كده فخط شوية حاجات كده يعني دي ده حق انك بتزبطي حالك انت هتفتح الباب هتلاقي ستنيك بباب الحاجات انت يعني تحسسي ان انت هتزبطي نفسك اللي حق ده عند الراقل رهيب يعني هو بيبقى برضو يا جماعة يعني تزعلوش مني الفريشنس يعني صعب فيه رسالتات كتير بسبب الأطفال وسبب الجري في البيت وكده يعني هي متخيلة ان اخر اليوم هتجيت قوله يلا فهي يلا ما هانت غزبن عنك على مدار اليوم طبخ واطفال وكذا حتى لو انت نضيفة في نفسك وكذا فيه ريحة تطلع عن الانسان كده في ريحة التعب في ريحة العرق في ريحة التعب اللي هي ريحة للإفرازات الطبيعية من راسنا من كده عادي على فكرة انت بشازم يعني تعليل 20 سنة في الحميد يعني 5 دقائق او 10 دقائق ودي انا قلتها 50 مرة التشطيف السريع تشطيف السريع ممكن ياخد 5 دقائق تحت بين الرجلين بين الساديين وبعدين انت تطلع بسرعة اللي بوريحة تك 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 بسرعة 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 وحط مش عد بقي عايزة تخسلي شعر او ما تخسليهش دي حاجة ترجعني depending on ريحته يعني هو عادة الشعر ممكن يضغسل مرتين في الأسبوع بشامبو وخفف بالمية وباقي الليان ممكن بس بمية كده بتعملوا الواشنج او وتحطي عليه حمام الكريم تاني او البلسم تاني بحيث ان يه تتبس بسيط طبيعي ولو في كل بعد الشور بتخف بتجناشي فيه بالمجفف عمره بايباري ريحة لكن لو واحد شعرها كسيف جدا او كزا ترفعي وتعمل لنا بحكي عني ده خلاص انتي كده نضيفتي يعني النظافة سريعة وجميلة ولما يحصل بينكو علاقنا اسفن يقولها يعني الروايح اللي هتطلع منك هتبقى روايح حلوة حتى لو انتي بطبعك فيستات بطبعها وممكن جوزك يكون ما بيصارح كيش وكل الكلام اللي انا بحكي فيه ده فالريحة طيبة من أسرع الطرق للإغراء خلاص هو عارف ان التراش عامنا زين حاجة اللي لسه جاي سخنة من افتبعوا من أكتر الطرق السهلة جدا واللي تخليك دايما محدودة في خانة الزوج المغرية الاي حقات انتي بتخيله لو انتي مش معتمدة عن الاي حقات بحياتك مين اللي هتعمل هالو ولا أسفن يا ولا يعني مش محتاجين نتكلم عن الاي حقات في التلفزيون كارتروض الأطفال بقى فيها احقات مش عارفة لإيه ممكن تكون احقات بينك وبين جوزك مش ده ان اطفال تكون فهمها يعني انت مش في خليفة زويل يعني انت ممكن تكون في حاجات انت وجوزك بس بهمنا الست اللي هي احق مش ده بتوعا مش من أول يوم جواز عشان بقيتها انا منحس لازل تاخد نصايحي يا تاري اخد نصايح رضوة بطريقة خلص ازاي لا اكيد الاي حق ده مش واحدة بقى انها يومين متجوز دي واحدة خلاص في ده حلنا على سنتين تلات سنين الجواز بدأنا نخش في حتة الزهر اوكي الاي حقات ممتعة وجميلة في ايه ان هو جوزك بيحس ان انت بتفكري في الموضوع ده وده شيء جدا مغرق للزوج تمام دي نقطة النقطة التانية اللي بتفكري في فبتحطي نفسك في الخانة دي يعني انت لما تفكر في العلاقة انا اللي هتفكر فيها ليه لان انا بفكر فيها هي حاجة كالان احنا عندنا نفس الايه الدايرة تمام الحاجة التالتة ان هي طبعا نعمل النقط ما يقدرش يعمل مع حد تايه تمام او نعمل الهزار ما ينفعش يقول حد تايه طبعا برضو النظرات يعني النظرات القوية للزوج اه حركة معينة تحرر وش معين طبعا لمسات معينة طبعا نمسات دي ما نبدش من الاول يعني مش من الاول يوم جواز انت بتبدأ تتضركي في لبسات الزوج طبعا لها دي دي سيناريو يعني هممكن نعمل حلقة اسمار كيفية الاستخدام من حاسة النمس يعني بس ايه هي يعني لازم تكون تدرجية جدا من الاول الزوج اه بايتمسكي بشعره راسه وهكذا يعني ما ينفعش من اول لاحظت تلبسي مناطق معينة ان ده يخط يخطنه وخطوف لا ما يفعش لازم تكون فيها تدرج وبالعكس التدرج فيها مغري فعشان كيه بلطة الموضوع لازم تكون فيه سنفل للذكاء فيه ستات بتبزل حاجات بسيطة وتريك لده ده ما بيستجيبش معاني جوزي وهي بتبقى عامل الوضوع بقرف لا عايزة تبزل ولا عايزة تعمل في حين هي ممكن تقرى سبعة تلاف كتاب تربية تمن تلاف توصفة عشان تتعمل لو لدها الجزر المهروس مع الفيتامينات لكن هي مش قادرة تبزل نفس الطاقة دي مع الزوج في حين الزوج والزوجة لما بيبقوا مشبعين مبسوطين مع بعض ده ليأثر بشكل ضايرة كتاعة الطفل لو عملت طفلك خدتي السحاب وهو شايف بنيت بابا في منكم مشاكل كبيرة بالذات لو أنتوا عاشين مع بعض يعني أنا عندي الاتصالة راحا ما بي ما بيفيتش هو انتي لازم يعني الأساس يبقى تمام انتي مبسوط وهو مبسوط بعد كينا نشوف الليفل اللي بعده تمام فيه طواني يعني مش ده ليس راحا سبب المتوني الجوع سأنا بتكلميني بزيلي لس الطاقة مش غلط مش حرق طبعا من أكتر اللي برضو الحاجات المغرية جدا وهتحس يا تبقيني انتي نقلتوا علاقتكو في مكان تاني أو في ليفن تاني انتوا تعملوا الموضوع ده أو بتحسينيك عايزة مرسل علاقة وفي مكان مختلف ويكون وضع مقلم بفرق ويعني مش بالذات لو انتي مش بتعود على شيء زي ده أو اختلاف الجسم وهكذا بس هي ده أجربة لا تولسة الملل في العلاقة برضو من أكتر حاجات اللي ما بيخليش فيها غرام فزي ما اقترحنا موضوع الاختلاف السرير والرصة والغير في شكل لونجوري كلا برضو من ضمن لحاجات اختيار مكان مختلف في البيت خصوصا لو مثلا الأولاد مش موجودين في المدرسة آآ بلنا رجع بدري يعني فيه أوقات مش ايه رجع بدري يلا نلحق لننضف البيت وننضف الشبابيك وننسح التراب لنضف الشبابيك والحظ بتاع يعني التانية وتسيب حياته حلو جميل بس يعني بعد ما نكون فيه خلاص احنا نصينا حالة شبابيك وزيك ده عنده كده بالشاكل قدامه وبعدين يبدأ يبقى نضفيني الشبابيك لكي انك بتهليكي نفسك أوكي انا معقولت لك فيه في النضافة يعني أقل منه لا رجع ما فيش إنسان طبيعي حتى لو انت عايش أجمل ست في الدنيا ومش هده حمى لي عايش معك بس النباية الغدال مش هتفرق في حياتكه كتير لكن الاجباع الجسدي أوكي هو ده الأساسي عند أغنب الرجال وبعدين هيجي ترتيب البيت وكده مع وجود الأساسيات الأساسيات لازم تكون مهمة ولكن الزيادات بتكون بعد الإجباع تمام آآ طبعا فيه طرق كتير جدا أنا حبيت مش عايزة عادة قرار حاجات تقدروا ترجع في القناة إحنا عاملين كذا حلقة والحالات الخاصة أو الحالات اللي عايزة استفسارات تقدروا تقبل خلال الاستشارات ومتنسوش طبعا تشتركوا في القناة إن إحنا عندناك شوية فيديوهات جاية خطيرة واقتراحاتكم تحت في التعليقات أشوفكم على خير